منذ فترة ليست بالقصيرة والحديث يتكرر بشأن استجواب وزير المالية داخل القبة التشرعية لأسباب تتعلق بإدارة شؤون البلاد الاقتصادية لكن حتى الآن لم يتم استجواب الوزير رغم استكمال الأطر القانونية الخاصة بالاستجواب عن طريق جمه التواقع النيابية أعضاء في اللجنة المالية النيابية لا يتوقعون أن تعقد جلسة الاستجواب لأسباب سياسية وأخرى تتعلق بما تبقى من عمر الحكومة الحالية بعض النواب كأشخاص منفردين لديهم ملاحظات على عمل وزير المالية ولديهم تقديم استجوابات وأيضا لبعض من الأحزاب لديها قد قدمت استجواب للسيد وزير المالية لكن أنا في توقعاتي أنه لن يحدث أي استجواب لأي وزير يعني لا وزير المالية ولا حتى أي وزير آخر في ظل هذه الظروف لا سيما أن عمر مجلس النواب أربعة أشهر ولا يمكن في هذه الأربعة أشهر أن تختار الحكومة وزير أو يكلف بمهام الوزير أو وكيل ينوب عنه ستبقى هذه الأمور الحكومة على ما هي عليه إلى بعد إجراءات الانتخابات ومن ثم نذهب إلى تشكيل الحكومة الجديدة وكل ما يقدم حاليا لن يؤخذ بمحمل الجد فيما ينتقد المراقبون داء البرلمان الاتحادي لا سيما بعد تلويح وزير المالية بالاستقالة في حال تم إلزامه بالحضور للاستجواب رغم أن عملية استجواب أي وزير تعد إجراءا دستوريا وقانونيا يمثل صميم عمل البرلمان في الجانب الرقابي عدم استجواب أو تأخير استجواب وزير المالية وكذلك بقية الوزراء أعتقد أن هناك تغطية سياسية من بعض الكتل وكذلك تغطية حكومية ومن هنا أعتقد أن يوم عندما يهدد كما سمعنا وزير المالية بالاستقالة في حال تم استجوابه كل هذا مؤشر على أن هناك جهات تقف بشكل مباشر مع الوزراء الذين قد فشلوا أداء عملهم بشكل واضح وبالتالي أدخلوا خصوصا وزارة المالية أدخلوا البلاد في أزمة اقتصادية كبيرة وبالتالي يجب على البرلمان أن يتحمل مسؤولية كاملة والوظيفة الأساسية لبرلمان هي متابعة ومراقبة عمل أداء الحكومة ومنذ قرار رفع قيمة صرف الدولار الأمريكي قبل أشهر انتعالت الأصوات السياسية المطالبة باستجواب وزير المالية ورغم جمع التواقع النيابية اللازمة وتحديد موعد الاستجواب لكن لم ينجح البيت التشرعي في عقد الجلستين الماضيتين بسبب عدم اكتمال النصاب مما أثر على قراءة الكثير من القوانين وتمريرها إضافة إلى الإخفاق في الاستجواب من العاصمة بغداد أحمد فيلي زاكروس تيفي